وفي هذا اللحظة بالضبط سوف يرفع القبة على المعلم ياسين على هذا القوس شوفوا معي الدقة في العمل شوفوا معي هذا النقش دقيق وصغير كيف يقرب لكم الفيديو اكتر باش يبال لكم مزيان شوفوا معي الاخوان هاي لش كنقول لكم دائما بان الصانع المغربي مني كيتقن العمل دياله لا يؤلى علىه يعني كيكون في القمة يعني كيخرج مني يدو الدهب السلام عليكم كيف الاحوان تمنى تكونوا بخير وعلى خير الفيديو ديال اليوم غد يكون عبارة عن جولة في منزل احدى المتابعات اللي يكمل عليها بالخير غد نقربكم فيه من الجبس المغربي التقليدي الاصيل هاد الجبس هادا اللي ما كيشبه له حتى جبس اخر في اي دولة معروف بالجمالية وبالاصالة وبالاناقة دياله بالنسبة دول الخاليش كيحمقوا عليه وكيحمقوا انه يديرو واللي كيتميز به ايضا انه كيبقى دائما دارج على الموضع يعني ما كيطلعش في الراس وهاد الفيديو غدي نعطيكم فيه معلومة مهم ما ضروري تكونوا كتعرفوها قبل ما تديروا القبص في المنزل ديالكم وايضا غدي نعطيكم الاتمينة فيديو فعلا غدي يكون متميز غير تابعوه من الاول الى الاخر ولكن قبل ما نبدأ ما تنسو الشهر الثلاث ستعملوا واحد اللايك وبالنسبة للخدمة الرائعة اللي غدي تشوفوا معايا في هذا الفيديو هي ديال المعلم ياسين من مدينة تسلا وكيخدم في جميع المدن المغربية وبالنسبة هاد الطابق هو عبارة عن صالونات مفتوحة على بعض هاد صالونات هادو كامين خدماتهم مولا تدار بهاد الزواق البلدية اللي كتشوفوا معايا بالنسبة هادو الفون دولي كنفصلوا به بين البلافون تقدرو تديروه في نفس المستوى ديال البلافون تقدرو تنزلو به واحد شوية كي يجي آنيق وكي يجي رائع وفي هذا اللحظة هادو بالطبط غدي رفع القبة على المعلم ياسين على هاد القوس اللي خدم انا شخصيا حمقني وانا متأكد حتى انتم ما غدي اعجبكم بزاف شوفوا معايا الدقة في العمل شوفوا معايا هادك النقش دقيق وصغير كيفاش طلع هوا غدي قرب لكم الفيديو اكتر بشي يبال لكم مزيان شوفوا معايا الاخوان هاي لش كنقول لكم دائما بان الصانع المغربي مني كيتقن العمل دياله لا يؤلع يعني كي يكون في القمة يعني كي خرج مني الدو الدهب وبالنسبة التمال اللي كي يخدم به المعلم ياسين هاد النوعية ديال الخدمة بين 150 درهام حسن 120 درهام المتركاري تمان جيد جيد مناسب بالمقارنة مع الاتقان في العمل كما كتشوفوا معايا واللي خسكم تعرفوا ايضا بان المعلم حريس ان هاد الخدمة ما يكونش فيها غير الجمالية فقط يعني احت الصح والعمل دائما كي يخدم بالبلايك اللي هو مصحاح والسمك ديالهم اللي هو مناسب وايضا بالنسبة هاد البرشون اللي كي يعلق بهم هاد اللي بلافون ما كيدير مش متبعدين مع بعض يعني اقل مسافة بيناتهم كتكون بين 30 حتى 40 سنتيمتر بالنسبة هاد البرشون هما هادك الفلاس او هادك الشعرة اللي كيتعلقوا بها هاد اللي بلافون ولي خسكم تعرفوا بان هادك البرشونات اذا داروا متبعدين مع بعضياتهم هادك البلافون ديالنا كدوز واحد المدة اللي هي قصيرة وكي بقى يدير واحد النوع ديال التقعور مما يؤدي الى ظهور الشق وايضا اللي خسكم تعرفوا بان احسن انواع ديال السقف اللي يقدروا نركبو عليه البرفون ديالنا هو الوردي وهذا الوردي مخصوش يكون فيه المرتوب وايضا مخصوش يكون مصبوخ اما اذا كانوا الاخوان دايجا يعني عندهم المرتوب في صقف ديالهم وصابغينه وبغاوا يديروا البلافون فضروري ضروري المعلم اخصوه بيكيه باش كي يحرشوا باش هادك البرشونات يشدوا فيهم زيان وما يوقعش مشكل من بعد اما بالنسبة الاخوان اللي باقين كي يبنيوا المنازل ديالهم فكنطلب منكم انكم تديروا واحد العلول اللي مناسب باش منينديروا البلافون ديالنا ما مسولي الناشط الدار قصيرة وخصوصا اذا كنتوا باغين تديروا الانستالاتيون ديال المكيف لان في هادك الحالة خص القبص يهبط تقريبا بواحد خمسين حسين ستين سنتيمتر باش تقدر جيكم هادك الانستالاتيون ديال المكيف بالنسبة الناس اللي ما بغينش يديروا الانستالاتيون ديالنا فالقبص غادي يهبط تقريبا بواحد ربعين سنتيمتر اما بالنسبة الاخوان اللي ما غادي يديروا لا الانستالاتيون ديال السباكة او لا ديال المكيف يعني غادي يديروا البلافون ولكن البلافون ما في حتى حاجة اقل قياس اللي يقدر القبص يشتغل عليه يعني باش يخشي يدو يقدر يعلق اذاك الكمس بين 12 حسين 15 سنتيمتر وبالنسبة الاخوان اللي دي جابناوا وعندو مصقف ديالهم هابط يعني العلو دياله اقل من ثلاثة متر فمن الاحسن ما سكتروش في البلافون ديالكم الدكورات بزاف يعني كل ما كان عندك الدكورات القبص غادي يضطر يزيد يهود وبالتالي هادك السقف غادي يهبط لك يعني من الاحسن تكساعات خدم غير بواحد طبقة واحدة او لا لوح واحد كيمشي غادي مقاد مساوي وفهلي يثبت باش المنزل ديالك يبقى عالي وبالنسبة الناس اللي ساكنين في الساكن اقتصادي وكيكون عندهم هادك السقف هابط يعني كيكون فيه جوج متر وخمسين فهد الحالة هادي من الاحسن تديرو غير هادك الليزار اللي كيكون في الجناب تدوزو فيه الاسبوت والوسط ما تديروش فيه هقا على البلافون تخليو غير السقف ديالكم العادي وديرو لوت تعلوش ديال الكبس بهالطريقة هادي ما غديش تتقصروا او لا تهبطوا لعلو ديال السقف ديالكم الاخوان شوفوا معايا دبا في الفيديو وحكموا وقلوا ليفتع عليك كيف جاتكم الخدمة بحلي ما دايزينش عليها اليدين شوفوا حتى اليجوان حيث هاد البلايك هادو را كيتلسقوا ما بادياتهم يعني كيكون فيهم اليجوان هادك ليجوان ما باينينش ابدا كأن هادك الدوائر اللي في الزواقة مخدومين متكاملين في المعمل مع بعدياتهم لانا المعلم ياسين دائما حارس على الفيديوش ديال الملاقي ديال البلايك لانا هاد الملاقي هادو ايدات فيه نوم زيان ما غديش يدهرناش شق مع الوقت وايضا من ناحية الجمالياب لما نقول لكم ارانتو ما كتشوفوا كل شي بعينيكم والمعلم من بعد ما كيسالي الفيديوش ديال هادك الملاقي كي بدا يحك فيه حتى كيرطبو وكيولي املاس مقاد مستوي كي ما كتشوفوا معايا في الفيديو يعني سباغ مني غديد خن هاد المنزل هادا كونوا اكيدين بان الصباغ ديال الاسقوف غديد جيه سهلا ما غديحتاج لايقادد ولا يدير لاندوي يعني فقط غديدير لهم الصباغ المائية وردو لبن هاد القادية هادي حيث بزاف ديال القباسة كيقولون المولات الدار لا رامشي المسئولية ديال نحنا نقاددو لك سقف حتي يجي سباغ ووالي غديدير لك لاندوي وقاددلك هاد سقف هادا عدي سبغول لك لا را هي المسئولية كي ما كتشوفوا معايا ديال القباس القباس اللي خصويفين يلخدمة ديالو ويخليها موسة ويرطبا باش منيجي سباغ مباشرة يدير السباغ ديال وبالنسبة لإخوة اللي كيسولونيش كون ديروا اللول والزليج اولى القبس غدي نقول لكم بالنسبة لحمامات ولمطابخ ضروري يديرو الزليج ديال الجدران هو اللول عاد ديرو القبس ديال الاسقوف أما بالنسبة للزليج للأرض فمن الأحسن سبقوا القبص ديال الأسقف على تدير الزليج على صغير لآه السلامة ديال هذك الزليج اللي غادي نديرو لأن كما كتعرفوا الخدمة ديال القبص كتكون شوية مكرفصة كيكون عنده هذك سترير لي كتلع فوق منه كيكون تقيل وكيكون هذك اللوح دياله تقيل ربما شلو حطح هكا بارازار وتهرس لكم هذك الزليج لهذا أنا كنفضل حتى تتاليول القبص ديال أسقف اما بخصوص الناس اللي كيسولوا على البلاسة اللي كتكون فوق النفيدة في مكان انكاستري فيها الرواق شحال نقدروا نخليوا فيها كتقدروا تخليوا فيها بين هذك 15 حسن 17-18 سنتيمتر راح كتكون مزيانة وبالنسبة الناس اللي عندهم تخوف كيقول لك لا واش هذك القبص اللي غايقون عدنا سما واش قادر انه يهوزن الرواق واذاك الرواق ميتحش مع المدة غادي نقول لكم لا ما تخافوش راح صحيح هذك القبص تقدر انتا تشعلق فيه يعني انتا تشد فيه وتهزم الارض لانهو كيكون محلق صحيح ما تخافوش ابدا اما بنسبة هاد ديكور ديال القبص اللي كتشوف معايا دابا هو جا في غرفة النوم جا كله بسيط واناق ما فيه احتى حاجة من غير هاد نصف دائرة اللي جات مباشرة فوق الكاما ودابا اخوان وصلنا لنهاية ديال الفيديو نتمنى هاد معلومات اللي اعطتكم تكون نفعتكم كنحاول ما امكان نتكلم في هادك النوقات اللي هي مهمة ونحاول نجاوب الاسئلة اللي انا هاد الاسئلة متأكدك الدور في الراس ديالكم باش تكون الامور كل لا واضحة بالنسبة للكم اذا بقى عندكم شي سؤال ولا شي لسي باس خلي واهلي في التعاليق وشكرا لكم بزاف بزاف اللي لا يخطيكم عليها بالنسبة لرقم ديال المعلم ياسين غدا نخليه لكم في صندوق الوصف وفي التعليق الاول ايضا